اشتركوا في القناة كتير وكتير عن في اكتر من 60 فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نبني برنامج مكافحة من خلال خبرتنا اللي خدناها قبل كده عايزك تركز معي كويس نبدأ واحدة واحدة مع بعض في الاخر الفيديو ان شاء الله باذن الله هتقدر تجمع المعلومات الكافية عن المحصول اللي انت شغال عليه وهتقدر في النهاية تحط برنامج محترم للمزرعة عندك بسم الله نبدأ اول حاجة ازاي اعمل تصميم برنامج مكافحة ان شاء الله باذن الله في بعض الخطوات السويرة نقدر نوصل في النهاية ان احنا نعمل برنامج متكامل للمزرعة او للمحصول عندي بحيث ان انا اكون داخل على الزرعة عندي بناء على المعلومات اللي عندي اقدر اوصل ان انا اعمل برنامج مكافحة فاطلع محصول باقل تكاليف وباعلى انتاجية واعلى جودة رقم واحد لازم علشان اعمل تصميم برنامج مكافحة لازم يكون في بعض الاسئلة اللي اجاوب عليها رقم واحد ايه هو المحصول اللي انا هعمل عليه برنامج المكافحة رقم اتنين هشتغل امت وقاية وهشتغل امت علاج رقم تلاتة ايه هي المبيدات اللي انا هختارها رقم واحد بالنسبة للوقاية والعلاج فانا في حالة الاصابات الفطرية لازم اشتغل وقائي قبل الاصابة الفطرية ومنستاش دايما ان في الاصابات الفطرية لو حصل عندي اصابة او الاعراض الظاهرية للاصابة فانا حصل عندي ضرعة فانا لازم اتدخل وقائيا في الاصابات الفطرية اما بالنسبة للاصابات بالقافات الحشرية فانا هشتغل على حاجة اسمها الحد الاقتصادي للحرج يعني مش معنى ان انا شفت قافة ان انا اشتغل بالمبيد مباشرة لازم أستنى لحد موصل لحد الاقتصاد الحرك وما ينفعش إننا أتأخر عنه وده هنعرفه قدام طيب ما بتأيين إيه هي المبيدات؟ المبيدات هي عبارة عن مواد كيميائية شديدة السمية قد تسبب الوفاة إذا تم استخدامها بطريقة خطأ دون مراعاة وسائل الأمان أثناء الاستخدام بمعنى إن أنا عندي لو هاخد أرس إسبرين فأنا الألم اللي عنده هيروح لكن أنا لو خدت عشر تقراس فأنا هيحصل لي عملية تسمم بالضبط هي المبيدات لو أنا اشتغلت بالجرعة المزبوطة على الآفة معينة بالوقت المناسب فأنا مش يحصل عندي تسمم لكن لو أنا اشتغلت بجرعات كبيرة بطريقة عشوائية ممكن أسبب وفاة وممكن أسبب أمراض لياه وللناس اللي حوالي طب إيه هي المبيدات؟ طبعا زي ما عرفنا في الفيديوهات السابقة عندنا مبيدات الحشرية، مبيدات الفطرية، مبيدات الأكروسية، مبيدات النماتودة، مبيدات الحشاش، مبيدات البكتيرية، مبيدات القواقع، ومبيدات القوارد طيب لازم أكون فاهم كويس قبل ما أعمل البرنامج عندي إيه هو المدقف أكشن لكل مبيد سواء في تقسيم الإراك والفراك والهراك طبعا الإراك ده خاص بمبيدات الحشرية، والفراك ده خاص بمبيدات الفطرية، والهراك ده خاص بمبيدات الحشاش طبعا عن طريقهم بعرف إن أنا إزاي أعمل تبديل وتوفيق ما بين المواد بحيث إن أنا أعمل عملية اختلاف ما بين المدقف أكشن عشان ما يحصلش عندي المناعة المقاومة العبورية برنامج البستيسايد منول وده شرحناه في فيديو سابق هتلاقي موجود لينك ليه في وصف الفيديو البرنامج ده عن طريقه وبقدر إن أنا أجيب الداتاشيت أو المعلومات الكاملة عن أي مادة فعالة ممكن نرجع للفيديو ونعرف استخدامه بالطريقة دي إحنا كده بقى معنا كل الأدوات اللي إحنا هتبدأ ناخدها بخطوات معينة ونبني برنامج المكافحة طيب الخصائص إيه هي الخاصة بالمبيدات؟ طبعا كل اللي بنتكلم فيه ده مراجعة سريعة تكلمنا عليك باستفادة في أغلب الفيديوهات اللي فاتت لكن علشان نقدر نجمع الخطوط العريضة اللي على أساسها هنبني برنامج المكافحة طبعا رقم واحد فيه مبيدات الجهازية وجهاء ويه المبيدات الجهازية أو التي تعمل بالملامسة فيه عندنا كمان خاصية الترانس لامينار وخاصية الترانسλοكيشن اللي هي كدرة انتقال المبيد من السطح العلوي للسطح السفلي ودي إيها الترانس لامينار وخاصية الترانس لوكيشن وهي الجهازية الموضعية اللي ممكن يحصل عملية انتقال داخل الفرع للمبيد لكن ما بينتقلش المبيد لبقية النبات ودي باختصار عملية الضغط البخاري وزي ما حضراتكم شايفين كده في رسم البياني ده اللي قدامنا ان احنا اول رسمة عندنا على ادنا الشمال ده بتقول ان ده البرثرين وده اقل حاجة ممكن يكون لها ضغط بخاري فبالتالي لو احنا حطناها في غرفة مش هنشمر ريحة بتاعته باختصار كل ما كانت المادة لها ضغط بخاري عالي كل ما كانت لها رائحة نفازة ممكن نشمر ريحتها في الحق وبالتالي زي الكابريت الكابريت لو واحد بيرش في حقل انت وانت ماشي على الطريق هتشم الريحة وهتميزها وبالتالي كل ما كانت الضغط البخاري عالي كل ما كان ان المبيد ليه قدرة على الوصول للاماكن صعب الوصول ليها عن طريق محلول الراش بعد كده عندنا خاصية الاكروباتلي والبسابيلتي والاكروباتلي هي قدرة المادة الفعالة او الجهازية بتاعتها بتنتقل من اسفل الى اعلى اما البسابيلتي وهي انتقال المادة الفعالة من اعلى الى اسفل وبعض المبيدات اللي بيكون لها خاصية الانتقال المزدوج أو الجهازية الحقيقية والكلام ده كله تكلمنا عليه باستفاضة في فيديوهات سابقة بعد كده ايه هي التأثير الإبادي للمبيد والتأثير العلاجي والتأثير الوقائي التأثير الوقائي ده اللي بنرشه في فترة ما قبل إنبات الجرسيم إن احنا بنمنع إنبات عملية الجرسيم أما التأثير العلاجي وده اللي بنعمل عملية فيه فترة نمو الهيفات الفطرية أو الاختراك فده لازم نخش بالتأثير العلاجي ان احنا نوقف هذه العملية اما التأثير الابادي وده اللي بيمنح تكون الجراثيم او بيوقف نشاط الجراثيم بحيث ان هو بيكسر دورة الحياة طبعا ده الكلام ده كله مهم علشان نعرف ان انا ساعة ما هستخدم المبيد بتاعي هستخدمه امتى هل انا عندي اصابة وفي فترة متقدمة فانا لازم ادور على مبيد يكون ليه تأثير علاجي وابادي ولا انا لسه شغال في مرحلة التأثير الوقائي فانا هشتغل بمبيد وقائي وده تكلفته طبعا هتكون اقل بكتير من المبيدات الليها تأثير علاجي او تأثير ابادي طيب ايه هو بقى الحد الاقتصادي الحارج للآفة الحد الاقتصادي الحارج للآفة هي ظهور الآفة او هو الحد الذي تستوجب عنده عملية المكافحة بمعنى لو جينا نشوف الديجرامب اللي عندنا هنلاقي المحور الافق اللي هو كسافة الآفة والزمن بالقشرطلة ما الكافة ما وصلش عندي لمستوى الحد الاقتصادي الحارج فانا في المرحلة دي لما هو تحتيه فانا في المرحلة دي ما فيش داعي للرش وده مرحلة توازن بينة وبين الاعداء الحيوية طب الأفة التعداد بتاعها بدأ يزيد ووصل لمرحلة الحد الحارج يعني بداية حدوث ضرر عندها لازم اتدخل بالمكافحة طيب لو انا هملتي في النقطة دي إيه اللي هيحصل هيحصل ان الآفة والتعداد بتاعها يزيد وهيوصل لمستوى الضرر الاقتصادي اللي عنده هيحصل ضرر اقتصادي للمحصول عندي يبقى أنا أنسب معاد للرش هو أننا الآفة تبدأ توصل لمرحلة الحج الاقتصادي الحالي طيب أنا لو رشيت في مستوى التوازن أنا كده بيبقى عندي تكلفة زيادة بيرش المبيدات في نفس الوقت أنا أصلا الآفة اللي موجودة ما وصلتش لمرحلة أنها هتعمل آفة طيب إيه هي بقى المناعة العبرية أو المقاومة العبرية هي فكرتها ببساطة أن أنا بيبدأ أرش نفس المود أوف أكشن مرات متتالية وربعات بيحصل عندي في المرة الأولانية من الرش أن بيحصل عندي بعض الأفراد ما بيوصل لهاش محلول الرش ما بيتموتش بعض الأفراد المبيد كونت داخل أجسامها بأي طريقة من الطرق اللي اتكلمنا فيها في فيديو قبل كده للمناعة للمقاومة للمبيد بعد كده بيحصل تكاثر بيبدأ عندي الأعداد الأفراد اللي هي كونت المقاومة العبرية بتبدأ تيحصل لها انتشار فبالتالي لما أدخل تاني مرة فالتعداد بيقل بنسبة أقل بنسبة أقل لحد ما بعد كده أبدأ أرش فما يحصلش عندي موت للأفات وساعتها في بعض الناس تقول أن العيب في المادة الفعالة لكن العيب بيكون في طريقة الاستخدام واجتساب الأفة للمقاومة العبرية طيب أنا دلوقتي بقى عندي نبات واخترت المحصول بتاعي وعرفت الحاجة لازم أعمل جدول بسيط في الأول هبدأ أختار عندي محصول معين المحصول ده مولي يكن خيار طماطم أي نوع منهم باب بمسك جدول الزريف كده بعمل فيه نوع الإصابة في الخط الرأسي بتاعه نوع الإصابة والمحصول الظروف البيئية وميعاد الظهور الوقت المتوقع وطور النموة في المحور الأفة بحط الأمراض لوحدها والأفات لوحدها الأمراض مثلا أعفن جزور البيئة 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 الزجب الندوة البدرية الندوة المتأخرة تبقع الأوراق لفحة صقصة مغية أعفن صمار وليكن طبعا على حسب المحصول اللي عندي الأفات ساقبت مصة خادش مص حرشوفيات أجنحة أكروسات نيماتودة بكتيريا طبعا دي في خانة لوحدها فيروس أوفارتو بلازمة إلى آخره بعد كده بشوف المحصول اللي عندي اللي أنا حددته هل هو بيصاب بعفن الجزور آه ده بياخد نقطتين أو ثلاث نقط أو أربع نقط طب البادي دي آه بيصاب لأ البادي الزجب بيجلوش بادي الزجب حاجة زي الطماطم فبالتالي هحط علامة حمر خلاص أنا مش هحط له برنامج مكافحة طب الندوة البدرية أو تصب الندوة البدرية لكن لو أنا هشتغل على خيار فما فيش ندوة بدرية فهعمل علامة حمر وهكذا أبدأ أفلتر الأمراض والأفات عندي على حسب المحصول بعد كده هخش على الظروف البيئية ومعناها هنا أن أنا هشوف أنا زرع في أنهي عروة وهل أنا هلتزم العروة بتحتي دي عروة شتوية فأنا عندي مثلا الأمراض الفطرية هكون منتشرة أكتر ولا أنا شغال في ظروف بيئية حارة فأنا عندي السقابات المصة والخادشات وهكذا ده هتشتغل عندي أكتر فلازم أحدد درجات الحرارة والظروف وأنا متوقع أن أنا الشهر الفلاني يظهر عندي كذا والشهر الفلاني يظهر عندي كذا في ميعاد الظهور بحط الوقت المتوقع لظهور الآفة وفي طور نمو مثلا في بداية النمو في الشتل ولا في مرحلة النمو الأولى ولا في مرحلة النمو الخضري ولا في مرحلة التزيير ولا مرحلة إثمار علشان على أساسه هختار مادة فعالة لها بيئة شآي معين طبعا حاجة زي الفيروس والفيتوب لازم أبكتب أصاده من أنه لازم أقاوم مكافحة الناقل فهل هو سقابات مصة ولا خداشة مصة هل هي زبابة بيضة ولا من؟ لازم أقاومها قبل ما يحصل عملية نقل لأنه طبعا ملوش علاجة طيب بعد كده بعمل الجدول بتاع المكافحة بتاعت بحط فوق مراحل النمو اللي هي الإنبات والشتلة وهي نمو خضري وإظهار وعقد وتحجيم ونضم بعدها بحط الأمراض والأفات اللي أنا فلترتها في الجدول الأولاني من أعفان جزور بيضيقي بيضزجبي وهكذا للآخر بعد كده ببدأ أسقط المواد الفعالة عندي بحيث إن أنا أراعي البيئة شقاي كل من أنا أقرب من مرحلة العقد والتحجيم براعي إن أنا البيئة شقاي بتاعي يكون قليل كل ما كنت في الأول بقدر أحط مواد ممكن سميتها عليها ودي بتكون تكلفتها أقل من الأولانية الحاجة التانية براعي عملية الـ REI ودي اللي اتكلمنا عليها قبل كده وهي فترة أعادة الدخول مرة أخرى للحقل لازم أراعي إن أنا مادة فعالة واحد مادة فعالة اثنين مادة فعالة تلاتة هل هي المواد الفعالة دي بحتاج لازم يكون المدقف أكشن بتاعها مختلف لازم إن أنا أكون حاطط الفترات بتاعتي بعد ما بخلص الجدول التاني فأنا كده وصلت لبرنامج مقترح طيب أنا المزرعة عندي بزرع كل سنة في المعاد الفلاني ببدأ أطور البرنامج بتاعي بشوف المواد اللي كانت كفائتها عالية السنين اللي فاتت مع تجارب مواد جديدة بقدر أدخل مواد جديدة الجدول ده بيبدأ يتعقد معايا واحدة واحدة لحد ما بوصل لبرنامج مكافحة محترم خاص بمزرحته لأنه كل مكان ليه ظروفه ليه ظروفه من الإصابات ليه ظروفه من كل حاجة فلازم أراعي النقطة دي كويس كل مزرعة لها برنامج مكافحة مختلف لها برنامج مكافحة بيتطور من سنة لسنة قبل ما استخدم أي مبيت لازم أراعي درجات الحرارة وبي إتش آي بي البي إتش المحلول آلة الرش والليبل الخاص بالمبيت وفي نهاية الفيديو أتمنى أن أنا أكون أضفت لكم معلومة جديدة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير وتفيد غيرك لايك للفيديو عشان نقدر نستمر وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة